مجزولي أهم الأنباء أهلا بكم شهدت بعض مناطق العاصمة رابلوس اليوم الثاني على توالي احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق جديدة حيث أشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات واغلقوا كوبريغوتشعال وطريق حي الأثار وتضامن هذا ويقول المحتجون أن ساعات انقطاع الكهرباء تصل إلى 12 ساعة في بعض المناطق داخل ترابلوس أفاد مصدر من مدينة درنة باستهداف ميليشيات الكرمة حي المدينة القديمة بقذائف مدفعية ما أدى إلى وقوع اضرار مادية ببعض المنازل فضلا إلى تضرر جزء من مسجد الدرقوية بذات المنطقة فيما وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات الكرمة بدرنة لإطلاق عملية عسكرية لمحاولة التقدم سوبات مركزات قوة حماية المدينة بمحور وسط البلاد وفق ما أكده مصدر داخل المدينة دعا المجلس الاجتماعي لقبائل التابو بمدينة أوباري رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى الاعتذار بشأن دعوته لقبائل التابو بإطلاق سراح المختطفين من حقل الشرارة واصفا تسريحاته بالباطلة وأكد المجلس في بيان تحصلت النبع لنسخة منها الأربعاء أن عملية الاختطاف الأخيرة نفذت خارج نطاق مناطق التابو ولا علاقة للمدينة بها بأي شكل من الأشكاء ولفت البيان إلى أن المجلس سيزور مقر المؤسسة للمطالبة بمصدر هذه الأخبار مؤكدين حقهم في تتبع مصدر المهلمة الطرق القانونية وفق البيان أصدرت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة قرارا يسمح لجميع طلبة الشهادة الثانوية بالدخول إلى الدور الثاني بغض نظر عن عدد مواد رسوبها الوزارة وفي خطاب لها موجهون لإدارة الامتحانات أرجع ذلك لظروف العامة التي يمر بها طالب من صعوبات مختلفة والتي أثرت سلبا على استعداداتهم لأداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بالشكل المأمول ختام الموجز للقاء